طيب أروح مع حضراتكم لنيلو فينجادا طبعاً نيلو فينجادا الموديل الفني لاتحاد المصر للكرة القدم والمساعد بتاعه محمد وهبة كانوا النهاردة في الزيارة للنادي الأهلي نادي الأهلي يستقبلهم زي ما حضراتكم شايفين كده بعض اللقطات من الزيارة نيلو فينجادا كان حريص على متابعة بعض التدريبات الخاصة بالقطاع الناشئين كان موجود معاه طبعاً كابتن خالد بيبو موديل القطاع كان معاه كمان الموديل الفني مايكل بروكتش الموديل الفني اللي قطاع الناشئين في النادي الأهلي الرجل تابع التمرينة أشاد بشكل كبير جداً بالمستوى الفني والمستوى البدني للعبين مش بس التمرين اللي كان محطة إمامه لكن كمان يعني دخل في كل الفاسيليتيز أو المنشآت اللي موجودة فيه النادي وأشاد بشكل كبير جداً بالتطور وبالمنظومة بشكل عام واللي على حد تعبيره الحقيقة قال إنها يعني تضاهي أكبر الأندية الأوروبية من حيث التجهيزات ومن حيث الإمكانيات الموجودة فيها يمكن حقيقة أتكلم عن دخل قاعة المحاضرات دخل الساونا والجاكوزي دخل جيم شاف كل ما لعب التدريبات والحاجة يمكن اللي لفتت نظره جداً وأشاد بها بشكل كبير جداً إنه فيه وحدة خاصة للقياسات البدنية وده طبعاً بيساهم بشكل كبير جداً في تطوير مستوى اللاعبين وخصوصاً الجانب البدني وده اللي يمكن التحدي دايماً قدام المصريين عموماً مش بس بأتكلم على منظومة النادي الأهلي ناحية البدنية عندنا في مصر لو اتطورت أعتقد تفرق معنا بشكل كبير جداً على المستوى القري وكمان على المستوى الدولي إحنا من ناحية المواهب من ناحية المهارات ناحية العناصر الفردية يعني أنا دايماً بشيد الحقيقة باللعب المصري لكن هو محطوط في منظومة يمكن الأهلي بيكتهد بشكل كبير عشان يعمل النقل النوعية دي لكن الأهلي وحده لا يكفي في النهاية الأهلي كان كبير جداً وسط كائنات متعددة أعتقد أنها لو اقتدت بالنادي الأهلي وبسط لقطاعات الناشئين وخصوصاً أنك بتكلم على أزمات كتيرة جداً تولدت في السنوات الأخيرة نتيجة أنه قطاعات الناشئين ما بتقومش بالدور بتاعها أو ما بتجهز الولاد على المستوى الرياضة التوارد في العالم كله كل قطاعات الرياضة أو كل الإدارات المعنية بإدارة الرياضة سواء بتكلم عن ناحية بدنية سواء بتكلم عن ناحية فنية سواء بتكلم عن ناحية طبية وده يمكن هيكون مطروح النهاردة حلقة لطيفة جداً فكرتها حلوة جداً هيكون معانا النهاردة شريف سالم محل أداء هيكلمنا عن شوية حاجات كده في عالم كرة القدم يمكن إحنا بنستمتع بالمطش وبنستمتع بالتسعين ديه وبنستمتع بالمنافسة لكن لما تيجي تبص للرياضة كإدارة وكعلم وكاقتصاد لا في حاجات وتفاصيل كتيرة جداً لابد أنك أنت تبقى مركز عليها ومستوعبها وفاهمها وخصوصاً لو كنت طبعاً في موقع مسؤولية